انه السؤال من المحاضرة الماضية كمان مرة عن الكيو ايش هو الكيو الكيو هو عبارة عن data structure data structure انه هي عبارة عن هيكلية للبيانات بتعامل معها في الذاكرة في الحاسوب الكيو هو عبارة عن طبور بحط فيه ارقام بحط فيه عناصر بحط فيه اشخاص whatever يعني تمام احنا في الشغل تبعنا انه راح نحط فيه nodes تمام اللي هي عبارة عن الحلول تبعتي النودز تبعتي تمام فالان شو الفكرة في الموضوع الفكرة في الموضوع انه احنا لو رجعنا هنا على search او general research انه هي عبارة عن data انا بأكد على كلمة general هي عبارة عن data تمام هي نفس ال data بستخدمها مع كل استراتيجيات البحث او خوارزميات البحث شو بديها parameters بديها ال problem هي نفس ال data بس شو اللي بيختلف انه كل مرة ممكن قديها problem مختلفة او ممكن قديها استراتيجية مختلفة شو بتختلف الاستراتيجيات هذي عن بعض فقط في الية اختيار النود اللي هو choose a leaf node for expansion according to strategy استراتيجية البحث هي اللي بتحدد النود اللي بدي اعمالها expand يعني depth بتركز على النود الاعمق البريدث بتركز على النود الضحلة او الاقرب للroot تمام النود العرضية وهكذا تمام شو علاقة هدا بال cue بما انه انه انا يعني بدي اختار النود اللي انا بدي اعمالها expansion هدول النود كلهم ممكن انا احطهم في cue احطهم في طبور واعملهم expand بالdoor بس كيف هيتحدد الدور هيتحدد الدور يعني نيجي هنا للدبث ايش مكتوب نوع القيو هنا leafo ايش معنات leafo last in first out اخر نود بتدخل في القيو هي النود اللي رح يعملها expand تمام اذا انا بدي اعمل النود الاعمق معنا ذلك تخيلي معايا انه انا عندي الاس رحت على الD طيفها على القيو بعدين روحلي على الB ضيفها على القيو الA ضيفها على القيو وهكذا تمام لغاية لما نصلت لأنا لأعمق نود فبالتالي دايما بعمل expand للنود الأعمق اما الخورزمية التانية او طريبة التانية اللي هي البريدث شو نوع القيو فيها نوع القيو فيها اوكي هذا الفو اوكي هذا الفو ما دي دبس اما البريدث نوع الكيو فيفو ايش معنا تحيفو first in first out معنا ذلك انه اول نود بتدخل اللي انا عندي في الكيو هي النود اللي انا بدي اعملها expand بهذا الشكل في عندي نوع تاني من الكيو ايو مذكور هنا انه ممكن تكون انا عندي priority queue انه انا بحدد النود اللي بدي اعملها expand بناء على priority number انا بعطيها فبالتالي النود اللي لها اعلى priority هي اللي بعملها expand تمام بطحة الامور طيب اليونيفورم اي لها كيو صحي ايش هي هو عبارة عن الكوست priority queue وهو عبارة عن الكوست number يعني انا عندي هنا واحد تسعة تلاتة من اللي له الاولوية اعلى الواحد تمام بعمل وقسمان بلاقي 16 16 لا اتغيرت الاولوية ليش لانه الاولوية للرقم الاصغر 16 ولا 9 ولا 3 لا بعمل expand لا 3 وطحة شو معنات الاولوية بدي اياكم انه انتوا تتخيلوا الكو انه هو عبارة عن عن طابور خليني اعمل شيرلو ويتبور دكتور حتى لو كم سواني بس سواني اوضح النقطة هادي هو عبارة عن طابور تمام وفيها مجموعة من النود الان النود الجديدة اللي بتيجي في عندي نظام انه اذا كان اذا كان يعني مثلا انه الـ هذا فيه الو بداية تمام وفيه الو نهاية انا اذا في الـ ممكن اركز على النود اللي او الـ اللي موجود انا عندي في اول نود فبالتالي بنفترض انه انا عندي هنا واحد تسعة وتلاتة تمام فالان انه يفترض انه الترتيب لا يكون هيك تلاتة تسعة زي هيك تمام الان بعد عملنا expand للواحد صارت 16 صاح شو بدي يصير بدي يصير لها ازاحة زي هيك وتنحط في الاخر مين بيجي انا عندي هنا في الاول فهذه 16 بتلتغى بتصير ثلاثة فهي هيك واضح يعني النود ترتيبها داخل الـ بيتغير حسب اذا كانت انه بريورتي بهذا الشكل اما اذا كانت فيفو خلاص يعني ما بيصير ازاحات بالمرة انه اخر واحد عفوا اول واحد بدخل هو اول واحد انه انا بطلعه او بعملها expand من النود الليفو العكس اخر واحدة هي اول واحدة اللي بعملها expand في النود تمام فضل دكتور حتى لو كان القول هو يعني كوستو اعلى يعني مثلا لو كان عندي القول قيمته اعلى هيختار ومثلا عندي حكينا الكيو لو كان عندي القول هو الكيو هياخدو حتى لو كوستو اعلى هو شوفه بدنا نفرق بين شغلتين بدنا نفرق بين اختيار النود اللي بدي عملها expand وبين التحقق انه هل هادي هي النود هي الـ goal state ولا لا هادي شغلة وهادي شغلة تمام الان النود اللي انا بختارها عشان عملها expand حسب اللي هو uniform cost بتطلع على النود اللي costها اقل اوكي الاندي عندي خطوة تانية في الالغورثم ارجع هنا السلايد اللي فيها الالغورثم هاي يبقى هنا في عندي خطوة شايفين وين انا حاط المعشر choose a leave node for expansion according to strategy حسب الاستراتيجية طبعا لانا في عندي هنا شرط بعد ما اخترناها لل expansion if the node contains the goal state then returns the corresponding solution else روح اعمالها expand تمام و ارجع مرة تانية طبق search tree كمان مرة وهكذا يبقى هذي عبارة عن loop اللoop ايش بتعمل اختيار node بتفحص هل هي الgoal اذا ا بترجع الحل اذا لا بتروح بتعملها expand واضح الخطوات هذا الالغورثم كتير كتير مهم انه كconcept انه انتو تفهموا الاستراتيجية تبعت البحث فبالتالي انا في عندي خطوتين خطوة اختيار النود حسب الاستراتيجي والله يقولنا uniform cost وحكينا انه احنا بدنا نختار النود اللي الاستراتيجية اقل cost او اختيار النود الاعمق معرفش ولا واحدة من النود سدول هل هي الgoal ولا لا بعد ما اخترتها شو بدي اسوي بده افحص هل هي الgoal اه بروح برجع الحل لا بروح بعملها expand وضحت وضحت في اي سؤال تاني عن خوارزميات البحث كله تمام نعم تمام اوكي